وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مراسل التلفزيون المصرية حماد العربي حماد بعد التحية يعين تضعنا في الصورة لديك تفاصيل الجدول المقرر لرئيس الوزراء بالعاصمة الأردنية واللقاءات هي المنعقدة هناك تحياتي لكي الهام لكل مشاهدة تلفزيون المصري بالفعل زيارة مهمة للغاية لرئيس مجلس الوزراء إلى الأردن هذه الزيارة تحمل عدد كبير من الملفات خاصة أن هناك انعقاد لللجنة العليا المشتركة ما بين مصر والأردن في دورتها الحادية والثلاثين هذه اللجنة التي انعقدت على مدار أربع عقود مضت وكانت أكثر اللجان انتظاما على المستوى الدولي اليوم توقد في عمان في الأردن وهناك عدد كبير من الملفات أهم هذه الملفات هو تعزيز التعاون ما بين مصر والأردن في مجالات الطاقة والبنية التحتية وحماية المستهلك وإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من التفاقيات من المزمع أن يتم التوقيع عليها في الغد بإذن الله يمكن هناك مراسم استقبال رسمية سوف تجرى لرئيس مجلس الوزراء غدا ثم بعد هذه المراسم سوف يكون هناك انعقاد للجنة العليا المشتركة ما بين وفدي البلدين إضافة إلى ذلك سوف يكون هناك توقيع على عدد من مذكرات التفاهم ما بين الجانبين المصري والأردني هناك أو في إطلال سريع على عمل اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين كان هناك اجتماعات للخبراء على مدار الأيام الماضية أعقب هذه الاجتماعات اجتماعات تحضيرية ترأستها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع يوسف المشال وزير التجارة والصناعة والتموين والعمل الأردني وممكن كان هناك خلال هذه الاجتماعات قوة لدفع العلاقات ما بين البلدين بصورة كبيرة وبصورة مباشرة تم مراجعة جميع اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين خلال الفترات الماضية والدورات التي عقدت فيها وما تم التوصل إليه خلال هذه الدورات ثم هذه الدورة التي تأتي وتحمل عدد كبير من الملفات تأتي بدعم كبير من قيادات السياسية في البلدين الرئيس عبد الفتاح السيس والملك عبد الله وكذلك التأكيد من خلال هذه الاجتماعات على دراسات قوية في تعزيز التعاون في مجالات حماية المستالك في مجالات المناطق الصناعية واللوجستية كذلك هناك من المتوقع أن يكون هناك توقيع على عدد من مذكرات التفاهم تشمل المناطق الحرة والمناطق التنموية بشكل كبير الدكتورة رانيا المشاط عززت من تواجدها خلال الأيام الماضية في التواصل مع الشركاء الأردنيين بشكل كبير ووجهت شكر للحكومة الأردنية على دعم أعمال اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين عفوا بشكل كبير نتوقع أن يكون هناك تأكيد على هذا التعاون بشكل كبير الجانب الأردنية تفائل بتبادل الخبرات المصرية في مجالات صناعة الهيدروجين الأخضر الذي تتجه فيه مصر بقوة نحو وضع آليات لأسوق المحلي والإقليمي وتصدير الهيدروجين إلى مختلف دول العالم لدينا في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس السويس مركز لوجستي على أعلى مستوى لتصدير وإنتاج الهيدروجين الأخضر هناك كذلك اتفاق من الجانب الأردني على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي بشكل كبير يمكن هناك تفاعل بنعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين بصورة كبيرة أيضا خلال هذه الاجتماعات التحضرية تم بحث عدد كبير من ملفات تبادل الخبرات ما بين الجانبين بشكل كبير وأنا توقع أن يكون هناك توقع على عدد كبير من مذكرات التفاهم في الغد أشترك شكرا جزيلا حمد العربي على كل هذه التفاصيل